هاي كيف كون؟ ما نذكر بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الثور رح اول احكي عن احوال العاطفية لك رح اول احكي عن مشاعر الحبيب نوايك انت بالتوازي كدلك رح احكي حتى عن الناس العزيب هل في شخص يعني رح يكون بحياتهم او جديد رح يتعرفولو اوكي وما تنسو تعملوا لايك وسبسكراب لقناتي تدعموني بالكومنت وما تنسو تفعلوا جرس الانذارات لايصلكون كلي جديد بحثوا بالقناة كمان على انو هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع اذا حسيت انو هذه القراءة لا تشملك او ما بتحكي عن قصتك انت حاول تشوف فيديوية تانية اللي هي البرج الشمسي والقمري او الطالع لانو انا بنوية على ثلاث ابراج اوكي عمشوف انا يا برج التوري لانو انت في عزلة مع النفس انت متعد عن الناس متعد عن كل اشيء اللي عم جيب لك قلق عمشوف انو في تغيير رح يحصل بحياتك وخاصة من ناحية العاطفة في تغيير جدري رح يحصل في موت وحياتي جديدة اوكي انت رح تتغير انت رح تبدأ من جديد العلاقة حتى ممكن انو اه تغير نظرتك اتجاه العلاقة اه تكتسب اشيء جديدة انت اه ما كنت عرفها ممكن حتى انو تكون في علاقة من الماضي ستعود اللي تحيا من جديد يعني حتى كانت حسست انو خلص ماتت وسانوات ما عم تحكي معد الشخص وبيرجع بشيء من الندم وممكن حتى انو يطلب الغفران منك وانو بده يتزوجك اوكي حس انو انت الشخص المناسب لانو عم يطلع دو هايك برستاس اوكي اا كأنوش حس انو انت شخص المناسب بحياته وبدو يكمل معك حياته اوكي عمشوف حتى انو الشريك يعني الحبيب اا بدو بديهي جديدة عمشوف طاقته حاليا اا طاقته طاقة المحب هذا الانسان بحبك عن جد وبدو بداية جديدة معك اا بدو يوطد العلاقة اكتر تصير وتصير قوية وتصيرو مع بعض اوكي كأنو هذا الانسان الو زمان ما حكي معاك الو زمان حتى نسيت انو رح يرجع وهذا الانسان تغير كمبليتلي او يعني مر بتغير كتير كبير بحياته لتوصل انو انت الشخص اللي بدو يكمل معك حياته وعم شوفو اا بدو يرجع العلاقة كتير قوية عمشوفك اا اا او بشوف مشاعرك اوكي كنت دائما عم تفكر في دائما كنت في في ارق وفي تفكير دائم من ناحيتك انت يا برج التور عم شوفك يا برج التور حتى انت كان بدك بدايات جديدة كان بدك بدايات بس مو متل البدايات السابقة كل مره يرجع ويقول لك حكي منو صادق اوكي كانو كان بدك بدايات تكون حقيقية انو يتغير هذا الشخص فعليا وانو تتقدمو بالعلاقة حتى انو هذا الانسان عم شوف بده يرجع العلاقة يعني الى ما كانت اليه احسن عم شوف نية هذا الانسان في زواج اوكي بده يتزوجك هذا الشخص اوكي الشيء اللي ما بحبه فيك يا برج التور ممكن انت قفلت الابواب عليك ان كلامك حد جدا مع هذا الانسان قافل الابواب التواصل لانو بيطلع للايس اوف سوردس مع الايت اوفونس ايت اوفونس تعني محادثات ورسائل كتابية والايس يعني بلاك في شيء من الحدية يعني كانو انت قاطع كل الابواب او ما بتك تحكي ابدا مع هذا الانسان او كان كان قراره كتير بالنسبة له ايه في كلام جارح كانو تداولتو كلام جارح بيناتكن او حتى لما يعني مو بالضبط انو يكون كلام جارح ممكن يكون كلام حاد يعني كلام قاسي بس عمشوف في قرارات حاسمة اخدتا اتجاه هذا الحبيب وممكن هو بالنسبة له كان بالنسبة له كان شوي قرارك مجحف تجاه هذا الشخص عمشوف حتى الاشياء الايجيبية اللي بحبه فيك على انو انت ادم انسان شخص انساني ايا ما سعبته بحياة ويا ما جعلت يعني دعمته بحياة وكنت دائما تنظر اليه بشيء منها الايجيبية حاليا عم يقدر هذه الاشياء على الفكرة الاشياء اللي ما بتحبه فيه انت يا برجتور كانو هذا الانسان في كارما عم يتلالي ورق الكارما وهذا الانسان عم يطلع لي كأنه خانك خانك مع شخص اخر في خياني من نوع خاص يعني انت حسيتها يا برج الدور حتى ممكن هي برج الدور عم شوفه في نوع من السحر للبعض كأنه نعمل لهم اشياء يعني مو حلوة نعمل لهم اشياء مش حلوة ابدا وكأنهم كان قصدون يؤذوك يا برج الدور وكان بيؤذيك هذا الانسان بيؤذيك من جميع النواحي عم شوف في اديه لقلك يا برج الدور ممكن هذا الانسان توصل حاليا على انه انت الشخص المناسب لأله وانت الشخص الذي ظلمك كتير بحياتك كتير ظلمك وفي يعني لهيك عم يفكر انه يتزوج وبيفكر انه انت الشخص المناسب وانه يصلح الامور ويعني بيطلع لي تغيير حاصل بشخصيته بشكل غريب عجيب اوكي لهيك انا بيطلع لي انه اذاك هذا الانسان كتير كتير اذاك ممكن لهيك انت سكرت الابويب سكرت كل الابويب الكمنيكيشن بيناتكن خلاص اه ما بدي احكي معك وما بديش اي شي معك. حتى عم شوف انه اه الاشياء اللي بتحبه فيه. حط بالاشياء اللي بتحبه فيه عم شوف في اه كأنه انت ماضل اشياء تتذكروا فيها اوكيي اه كأنه هذا الانسان عم شوف في خسرة حتى بالاشياء الحلوة ما عم شوف فيه اشياء حلوة عم شوف تتاور وهي اصعب كرت بيتلع بالتروت يعني كأنه انت كنت على مقام كان عم يكذب عليك هذا الانسان وكنت باعلى هذا البرج وفجأة نصدمت من شيء وفي ساعقي دربت هذا البرج واوقعتك اوكي يعني انت نصدمت من هذا الانسان كأنه كنت ما عم تشوف الحقيقة ابدا ما كنت عم تشوف حقيقة هذا الشخص بس نصدمت فيه كتير عم شوف انا انه خلاص ما بدك نهائي انه تكون مع هذا الانسان لانه منه صادق حتى نيتك انت تهتم حاليا بتهتم حاليا بالعمل بتهتم لنفسك تهتم لشخصيتك تهتم لكتير من الاشياء برج الدور بس ما عم شوف عم شوف يعني عم تهتيه اهتمام اكثر حتى هو هذا الانسان بده يعني رجع الامور بس هو بيعرف من جوية قلبه انه الامور خلاص نسكر عليها وانه الامور وصلت لمرحلة تستطيع الرجوع يعني عم شوف فيني انه بتلعلي دسان يعني فيني انه ترجع الامور الى ما كانت اليه من قبل والى البدايات اوكي يعني هو اصلا حائر يعني كأنه بحس حاله بركة اذا يعني يعني رجع لا اليك او رجع لا اليك او فهيك انا عم شوف في حيرة من نفسه وفي امره اوكي في كتير الوجان وفي كتير اوهام عم تجي بباله في كتير سهر لهذا الانسان كتير ندمين بس ممكن عمل اشياء لا تغطفر بالنسبة للك اما مستقبل العلاقة ما عم شوف في مستقبل جيد لانه بيتلعلي في فقر في في عدم ممكن حتى انت ما رح تعطي فرصة اصلا لهذا العلاقة لا ترجع كأنه اخدت منك الكتير ولم تاخد منها الى الالم اوكي اوهام عم شوف اصلا مستقبل العلاقة يقول الى شيء اوهام عم شوفك كتير تعبين يا برجتور عم شوفك اوهام بلشت تتشافة من هذه الاعلام اوكي حتى مشاعرك انا اا ممكن بيء بيء علامة لانه اكملت القراءة عم شوف انه مشاعرك كانت اا مو انه بدك ترجع هذه العلاقة بدك انه تبدأ بداية جديدة من غير علم لانه تعبت بالسابق كان في تفكير وفي علم وفي جرح كتير اوي بس بدك بداية جديدة تحصل بحياتك انت يا برجتور حتى انه بشوف للناس اللي اا عزيب ما عندن حدا بحياتهم عم شوف في شخص اا جيد عم شوف في شخص مادية حلوة رح يأتي بحياتك كتير انسان جميل حتى ممكن يكون اا شخص من بلد تاني مو من بلدك اا مسافر وحتى مادية حلوة عم شوفه شاب كتير حلوة عم شوفه حتى شخصية اا رح تجلب لك السعادة عم شوف فيه للناس العزيب عم شوف فيه يعني علاقة جيدة جدا حتى انه يعني النصيحة انه هيدا هو حب حياتك هدا اللي رح تتعرفه على عب شهر فبراير او حتى بالمستقبل هدا الانسان هو يحب حياتك وهدا هو الشخص اللي كتير حلو تكمل مع حياتك كانو هاد الشخص خلص رح لانه يعني بطاقة الضور بيتلع التغيير رح يحصل بحياتك لازم يعني تتعرض للتغيير وهذا التغيير رح يجيب لك يعني وخاصة العزيب الشخص شخص وخاصة شخص جيد جدا بيقلك انه هذا الوقت انه تنقي طاقتك لانه خلص لانه عم شوف انه تنسى الحبيب السابق وتنسى الالام اللي عشته مع هذا الشخص خاصة انا عم شوفه خاصة للناس اللي بعلاقة اللي هن منفصلين اصلا عم شوف هذي الكارت لقلهم لانه بيقلك لازم خلص تشيل هذا الشخص من حياتك ما انه شخص مناسب ابدا وبيقلك اه اه فينس انت كاريير اوكي بيقلك انه انه ماديا اه انه تهتم اكثر بالماديات وتهتم بالعمل اوكي اه حاليا اهتمامتك رح تنصب الى هذي الى الفلوس والمال والى اه الى العمل المهني اوكي لانه ممكن حاليا الطاقات او الشخص الذي سيأتي ندمين اه ما سبب لك الا العلم وكانه الاوراق حتى امشوف الطاقات يعني اه تحدر انه ترجع لهاد الشخص بيقلك انه لازم يعني تهتم اكثر اشياء عديدة ما ما تهتم لاشياء سلبية لانه اه دائما طاقة ازا اه بتنمو وعلى شون اه يعني حطيتها بتنمو يعني ازا حطيتها بالعمل وبالفلوس رح ينمو ليصير اشياء جيدة ازا حطيتها بعلاقات فاشلة ما رح تعطيك الا السلبية وكل الالام كمان بقلك بسترونج لازم تكون قوي لازم بقلك انه انت اقوى مما تضن لازم تقويح عليك وتكون سعيد اوكي بقلك ما عمشوف فيه عمشوف في انه في انفجارات رح تحصل كأنه خلص بيكفي الم ويكفي جرح انا بدي عيش حياتي بدي اهتم للعمل اهتم للفلوس اهتم لاشيك عديدة ما اهتم لعلاقات فاشلة ما شفت منها الى القلم بقلك انه اه بقلك انه كل اشياء اللي تعرضت له سلبية ما هي الا لا 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 تحسن من 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 الموارد المادية لالا كل والنجاحات المالية اوكي هدا اللي بيطلع لاصحاب القراءة لبرج التور بيتمنى لكم كل الخير والمساجات